مباراة ثقافية أن النصر دائما شيء مفاجئ اوعوا حدي يبحك عليه اوعوا تقعوا في الفخ اوعوا تفراتوا في الشرعي مشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم من جديد في قناتكم الواعي الإسلامي من أسباب هزيمة الأمة الإسلامية ومن أسباب هزيمة مسلم مصر هو عدم اهتمامهم بالتاريخ وأن القيادات في الغالب الأعم ليس لديها دراية بعلم التاريخ ولا يوجد في النخبة الإسلامية مؤرخين بعدد كافئ لم يكن نظر وقد نبه الأسد المجاهد حزم صلاح وإسماعيل أعنى الله على فك أسره على أهمية الوعي بالتاريخ حول هذا الموضوع معنى المفكر الإسلامي الأستاذ محمد إلهان أهلا بك أستاذ محمد أهلا بك أخي صادر أستاذ محمد حضرتك من الأسباب التي كان الأسد المجاهد حزم صلاح وإسماعيل وحضرتك أيضا كتبت في هذا أنه إحنا كأمة مسلمة أو يعني حتى على الأقل مسلمين مصر أو المشاركين في الطورة ليس لديهم وعي بالتاريخ رغم ذكائهم فهل عدم وجود علماء في مجال التاريخ ساهم في إفشال طورة 25 ناير وصورة ربع العدوية التي نحن فيها أم لا يعني كيف ترى الأمر بسم الله والحمد لله وصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم بداية يعني لابد أن نتذكر الشيخ حازم أبو إسماعيل فعلا نسأل الله تبارك وتعالى أن يفك أسره وأن ينفعنا وأن يمتعنا به الشيخ حازم أبو إسماعيل كان شعاره أدريك اللحظة الفارقة شعار أدريك اللحظة الفارقة ده ما يطلعش إلا من واحد آري تريف كويس يعني هذا الشعار نفسه شعار أدريك اللحظة الفارقة يدل على قراءة بصيرة للتاريخ الشيخ حازم كيف وأنا لما كنت أقابل الشيخ حازم كانت أحيانا تدور بيننا نقاشات في مسائل تاريخية وهكذا رغم أنه محامي ورغم أنه متخصص في أمور أخرى غير التاريخ إلا أن التفاتات التاريخية الحقيقة كان يناقشني أحيانا في صميم كتب يعني في صميم كتب قرأناه يقول لي بس أنا حاسي الكتاب ده أدلته مش وافية في الموضوع ونقول له زي مولانا الأدلة وافية يقول لي لا يعني هو خمس أدلة منهم ثلاثة كويسين واثنين يعني القصد أنه قارئ جيد للكتب حتى التي ليست في مجال تخصصه وأنا شخصيا أشرف بأنه لما أهديت له نسخة من كتابي رحلة الخلافة العباسية أسنى عليه سناء كبيرا في فيديو مشهور وكنت قابلته بعدها بيومين والكتاب ثلاثة مجلدات كبار يعني فناقشني في بعض الأشياء جوه الكتاب ده أراه لا أرشل الكتاب كله لكن هو لعله التقط بعض أمور فناقشني فيها لأنه أنا قابلته بعد يومين من إهداء الكتاب وكان ده في خضم الحملة الانتخابية يعني كمان بس الأجزاء اللي أراها نقشني فيها فالقصد أنه الشيخ حازم فعلا كان رجلا بصيرا بالتاريخ وده يبدو واضحا جدا فيه يعني هو في الانتخابات فعز الحملة كان في تأسيس الحزب كان في تأسيس حزب الرأية في اللحظات التي كنا نجمع فيها التوكيلات ونرتب فيها الكلام ده لعله كان في شهر مثلا ثلاثة ألفين وتلتاشر أو اثنين ألفين وتلتاشر قبل من قلاب ثلاثة أشهر نعم أو بأربعة أشهر نعم نعم فالمهم أعود إلى القول بأنه شعار أدريكم اللحظة الفارقة هو شعار يدل على قراءة وعية للتاريخ ليه يا مولانا لأن كان باقي كلام الناس في الوقت ده لا اللي قبل 25 يناير غير اللي بعد 25 يناير الشعب اللي قبل 25 غير الشعب اللي بعد 25 لا المجلس العسكري لا يطمع في الحكم لأنه شاف أنه ما يقدرش يدير الأزمة لا الخوف انتهى مدان التحرير موجود يعني شوية مصطلحات تدل على عمى تاريخ وكأن إحنا مهما طال بنا الوقت فإحنا موجودين والمجلس العسكري ما يقدرش يعمل حاجة والشعب المصر اللي قام بصورة يقدر يقوم بصورة تانية هذه المصطلحات هي مصطلحات عامة تاريخ المصطلح مش ممكن يحصل انقلاب علشان عهد الانقلابات ولا مصطلح الشعب ما بقى شي خاف الشعب دلوقتي بقى واعي لا الحقيقة مش كده الحقيقة هي أدريكم اللحظة الفارقة إن القفزات التي تحدث على مر التاريخ هي قفزة تحدث في لحظة إذا ضيعت اللحظة الفارقة بتدفع تمانها 40 و50 سنة الغلطة لما بتغلطها في وقت فارق بتدفعها 40 و50 سنة يعني مش كل غلطة غلطها في ثانية بتدفع تمانها ثانية مش كل يعني لما توقتيك الفرصة الشعوب لما توقتيها الفرصة ولذلك أقرب مثال إحنا نضربه إن الطالب اللي بيذاكر في ليلة الامتحان صحيح هو بيذاكر كم ساعة لكن لو نجح بينجح سنة ولو نزل بينزل سنة اللي بيتأخر دقيقة عن معادة الطيارة أو معادة الأطر مش معنى كده إنه بيدفع دقيقة لا ده هو بيدفع الرحلة أو بيدفع يوم أو بيدفع أكتر بيستنى رحلة الطيران اللي بعدها أو الأطر اللي بعدها فهكذا هو الواقع وهكذا هو التاريخ العامة التاريخي هو اللي خليك تقول إيه أدينا عادي المجلس العسكري بيطول في المدة الانتقالية خليه طول إحنا مستنين والشعب صاحي والشعب واعي والشعب هينزل مدان التحرير والكلام ده طيب أستاذ محمد يعني دعنا نذهب لفيديو لأسد المجاهد حزم صلاح ابو اسماعيل ويتكلم عن أهمية التاريخ والوعي لدى المسلمين وقد أصبحنا أمة وشعبا بلا ذاكرة بسبب غياب التاريخ وأيضا الشيخ كشك الله يرحمه الذي يتحدث عن كل ما نمر به وفي كل موقف يحكيه ويرويه وأنه سيحدث في المستقبل يقول عبارته المشهورة اقرأوا التاريخ ولكنه وجد سما لا يسمعونه ولا يسمعون عبارته ولا يعونها اقرأوا التاريخ فلنشاهد ثم نعوده مرة أخرى ولكني أخاطب الوعي اليوم أريد أن نستيجر نحن شعب نحن شعب احفظوا هذا قام بثورات كثيرة في كل تاريخنا ما من ثورة من ثورات تاريخنا إلا وسرقت وأبهضت ما فيش ولا ثورة بطلق عمر مكرم وكان إسلامي وعالم من علماء الأزهر ومناضي الكبير وجد أنوالي يأخذ ضراء الضرائب ويأخذ أموال الناس ويجلد ظهورهم ويحبسهم فقام مع علماء الأزهر بصناعة ثورة خلع فيها الحاكم الظالم خلعا وولى مكانه واليا ليقيم العدل وتعهد الوالي فلما ولي نوضي شوية لو سمحت نوضي شوية مبارك فلما ولي أنوالي الجديد إذا به يخدر المشاعر الثائرة وإذا به يضرب عمر مكرم ويلوث سمعته ويضرب بينه وبين بقية العلماء ويستدير على الممالي ويقضي على كل أحد وينفرد بحكم البلد بل ويورثها لأبنائه ابنا بعد ابن لمدة مية وخمسين سنة ولما خرج يوما من الأيام في ثورة أخرى أحمد عربي ليقول له إن الله خلقنا أحرارا ولن نورث بعد اليوم أحمد عربي أقسم قال وإنا والله لن نورث بعد اليوم ولكننا ظللنا نورث بعده أياما وعقودا وأجيالا وجاء الاستعمار لإنجليز وأصبح حاكم يورثنا لحاكم يجي مثلا جمال عبد الناصر يجيب عنور السادات بعده السادات يمسك يجيب السادات يجيب حسن وبرك يمسك وأصلاة شعب مصر لا قيمة لها لم نختر حاكما هكذا جاء علينا كما لو كان مثلا مطر نزلت حجرة احرجت أهو كده والسلام وحنث قسم أحمد الرابي وجاء مصطفى كامل وأغلق الدائرة بكلمتين قسين أو الكلمة قالها قال الجلاء التام أو الموت الزؤام فألون طب يعني الجلاء التامة مرفئين تعال نوع من الكلمة فأخرج الكلمة الثانية رحمه الله كان رائعا كان فاقها كان يعرف كيف يصمد شعب في مواجهة ثعلة بن ماكر يريد أن يسلق ثورته فقال لهم لا مفاوضة إلا بعد الجلاء كلمة تجدونها في كتب التاريخ مشهورة قسين الجلاء التام أو الموت الزؤام لا مفاوضة بعد إلا بعد الجلاء أغلقت الدائرة هيعملوا إيه باء خلاص فماذا فعل الإنجليز ومن معهم سابوا هذا الطوض الشامخ وراقوا الحد تاني يقبل أن يقعد يدردش معاهم وفتحوا باب المفاوضات وعملوا تمثيلية ومنهم كان ناس مخلاصين أنا لا أتهم اتهاما عاما إنما عملوا تمثيلية لناس يفوضوهم يتكلموا وكانت النتيجة أن المفاوضة أعدت كتير أعدت أربعة وتلاتين سنة بيستهلكوا أعمار أمة وأعمار شعر مفيش ثورة إلا وسرقة أقرأوا التاريخ أقرأوا التاريخ عدنا مشاهدينا مرة أخرى أستاذ محمد الهامي يعني الشيخ كشك كان يقول كل موقف أنا أقول لما أعددت حلقة عامل أصدقاء أقرأ 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 ثم أقول لنفسي لابد أن يكون الشيخ كشك تحدث في هذه المسألة فأبحث فأجد أن الشيخ كشك قد لخص فيه دقيقة ما كنت أبحث فيه طول عامل ثم يختم اقرأوا التاريخ نعم مسدد وموفق رحمه الله الله الرحمن شوف يا شيخ صابر تأتي القرآن الكريم تلت تاريخ نعم تلت القرآن الكريم تاريخ تمام وآية من آيات طب خلينا أبل أن أقول شكرا إيه همية التاريخ في الصراع العسكري والسياسي والذي نحن فيه عهو ده تخيل الكتاب الذي نزل هداية للبشرية تلت تاريخ فكفى بهذا دليل على أهميته لما يبقى تلت الكتاب تاريخ ثم إنه دراسة التاريخ أمر أمر رباني أي يعني قال الله تبارك وتعالى لنبيه فاقصص القصص لعلهم يتفكرون فاقصص القصص لعلهم يتفكرون فريضة إسلامية نعم فإن النبي صلى الله عليه وسلم ينزل عليه القرآن يهديه يعني قال الله تبارك وتعالى أولئك الذين هداهم الله فبهداه مقتده يعني ربنا يحكي قصص الأنبياء وقصص الدعوات السابقة ثم يأمر نبيه بأن يقتدي بهدى أولئك السابقين وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك يعني التاريخ ملهوش كمان فايدة علمية فقط دليل فايدة نفسية إن أنت لما تقع في أزمة أو على الأقل لما تبقى في عصر الظلام أو لما تبقى في عصر التمكين قراءة التاريخ هي اللي بتثبتك وبتجيب لك الأمل أو ترشدك للطريق الصحيح وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يؤذى كان يقول رحم الله أخي موسى لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر يبقى كان بيفتكر إيه تاريخ كان بيفتكر تاريخ ولما أتىه سيدنا خباب من الأرض فقال يا رسول الله ألا تبعوا لنا ألا تستنصروا لنا عمل النبي صلى الله عليه وسلم ذكره بالتاريخ قال لقد كان يؤتى بالرجل في من كان قبلكم فينشر بالمناشير يوضع المنشر على مفرق رأسه حتى يصير نصفين ويمشط بأمشاط الحديد ما بين لحمه وعظمه فلا يرده ذلك عن دينه ولكنكم قوم تستعجلون ولكنكم قوم تستعجلون وانظر العبارة التي قالها والله ليتمن الله هذا الأمر اللي هو الإسلام حتى يصير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخشى إلا الله والذئب على غنم قال كده ليه العلم بالتاريخ وبقصص السابقين فالتاريخ هو أمر ربان أنزله الله تبارك وتعالى لفائدتين فائدة الهدى الفكر العقل وفائدة التثبيت النفسي والاطمئنان الروحي للنبي صلى الله عليه وسلم ولصحابته وكذلك نحن مأمرون لقد كان لكم في رسول الله أصوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر طب السيد محمد بصراحة شديدة قيادات الطير الإسلامي تسعة وتسعين وتسعة من عشرة والنسبة دي ما فيهاش تزوير من الأطباء والمهندسين والطوع الكيميا والعلوم والفيزياء وما إلى ذلك هل لو قيادات الطير الإسلامي كانت متخصصة في مجال التاريخ والجغرافيا والسياسة وما إلى ذلك زي قيادات حزب العدالة والتنبياء في تركيا يعني كلهم في مجال العلوم الإنسانية وليس العلوم هل كانت نتيجة الصراع في مصر بين العسكر وبين المسلمي مصر كان سيختلف أم لا يعني قولا واحدا قولا واحدا كان سيختلف لماذا كيف أي أصل الخلاف بين العلوم الإنسانية وبين العلوم التطبيقية والعلوم البحتة العلوم التطبيقية والعلوم البحتة هي علوم مواد خامات قوانين منطق يعني حسابات هم أسكن ناس هم أسكن ناس هذا ليست طعنًا في ذكائهم بالمرة الأطباء والمهندسين ليست طعنًا في ذكائهم إنما تركيبة العقل الهندسي وأنا مهندس تركيبة العقل الهندسي على واقع البشر مايركبش لأن النفوس الإنسانية ليست لها نفس القوانين التي للعلوم والمواد والخامات النفس الإنسانية نفس مركبة نفس عميقة نفس لها كثير من المنازع مش زي المادة اللي هي بتدريسها وبتحطها تحت الميكروسكوب وبتعرف درجة حرارتها وإمتى بتنصهر وإمتى بتتجمد وإمتى بتتفعل مع ده وإلى عنصر الحفاظ اللي تحطه هنا لا مش كده العلوم الإنسانية علوم واسعة وعميقة وليست فيها هذه الحدية الرقمية في العلوم ولذلك انت ممكن تمشي بالمنطق في العلوم البحثة ممكن لأنه حتى المنطق ده خاطئ يعني حتى في العلوم البحثة احنا لما كنا بندرس الهندسة أحيانا بعض النتائج الدكتور يقول لنا ويا أولاد النتيجة دي نتيجة معملية يعني ما لهاش تفسير علمي يعني احنا اكتشفناها في المعمل لكن مش عارفين نوصل لها يعني عايز أقول لك حتى العلوم التطبيقية مش كلها رقمية وبنوصل لكل حاجة فيها بالمعادلات والحساب لا في حاجات بتظهر في المعمل البشر أمر مختلف كثيرا ما التاريخ يخالف المنطق يعني الراجل المهندس والراجل الدكتور ده شكل تفكيره كده شكل منطقي واحد زائد واحد سوي اتنين واحد تيجي بعد اتنين واتنين تيجي قبل تلاتة ترتيبة عقله كده ترتيبة منطقية وهذا هو ما يصلحه في مجاله لكن البشر مش كده البشر مش كده وممكن نضرب أمثلة كتير جدا على ان التاريخ يخالف المنطق مثلة مثلة يعني انا خليني اضرب الاول مثال بسيط ومثال برضو من الجزء العامل لما انت بتروح شركة شركة نزلت عايزين موظفين بس يبقى خبرة خمس سنين ليه بيقول خبرة خمس سنين ما هو انت لو عندك اي انسان متفوق ودرس هندسة يدخل يمسك الآلة دي يزبطها لو الموضوع منطق مجرد منطق الاول على دفعته اه يدخل الآلة لكن افتراض الخبرة هو ده تاريخ اه بقولك تاريخا سابقة انجازاتك يبقى لك تاريخ في الشغلانة دي خمس سنين عمل قبل كده سيء بتحتك اه لان الخبرة دي بتديلك يعني مواهب ومكتسبات وطريق التفكير وتعامل لا يمكن تكتسبها مهما كنت زكي بل من الاشياء المعروفة عندنا احنا في المهندسين يعني المهندس في اول سنتين بيتعلم من الفني اللي بيشتغل على المكانة يعني هو بيبقى طالع الاول ولا التاني على دفعته يعني يحص العلم وبيتكلم انجليزي ومش عارف ايه لكن في الاول بيوقف يتعلم من الفني اللي موجود فهذا حتى في العلوم الانسانية نفسها تاريخ الخبرة فارقة عن عدم موجود التاريخ انقل بقى ده بصورة اوصعة واكبر الى مجال العلوم الانسانية مجال العلوم الانسانية يختلف عن العلوم البحتة وانا يعني زي ما بقولك انه التاريخ كثيرا ما يخالف المنطق يعني مش كل حاجة تصح عقليا ومنطقيا تصح تاريخيا ومش كل حاجة تبقى غلط في العقل والمنطق تبقى خطأ تاريخيا كيفا كيفا ندي مثال كنا ضربنا الحلقة اللي فاتت عن بني اسرائيل نعم العقل والمنطق قوم سيدنا موسى اه قوم سيدنا موسى العقل والمنطق يقول انه بنوا اسرائيل اللي خرجوا مع سيدنا موسى وشافوا بنفسهم المعجزة في تحول الماء الى طريق يابس نجوا عليه ثم تحول اليابس الى ماء اغرق فرعون الناس اللي شافت المعجزة دي الطبيعي انه هما يبقوا في اعلى درجات الايمان ده منطقيا عمليا وتاريخيا ده ما حصلش بل ان الناس دول هما يعني حكى عنهم القرآن الكريم عصيانهم لدرجة في الاخر سيدنا موسى قال رب اني لا املك إلا نفسي واخري تمام طيب القوم الذين حققوا النصف الجيل التاني من بني اسرائيل هم الجيل اللي ما شافوش المعجزة يعني الجيل اللي ما شافش المعجزة هو الجيل الذي انصاع لأمر الله تبارك وتعالى ودخل الارض المقدسة بينما الجيل اللي شاف المعجزة لم يؤمن فده مثل واضح جدا في انه التاريخ يخالف المنطق وان الانسان اكبر واعمق واكثر تعقيدا من ان انت تجري عليه الامور المنطقية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم راجل فضل اربعين سنة يشهد له اهل مكة بانه الصادق الامين اللي بيأتمنوه اللي لسه من كام سنة حل مشكلة الحجر الاسود ومنع اقتتال القبائل سيدنا محمد الشخصية الكاملة اللي هو لما وقف على جبل الصفة وقال للناس ما تظن ارأيتم لو اخبرتكم ان خيلا خلف هذا الوادي توشكوا ان تغير عليكم اكنتم مصدقي قالوا نعم ما جربنا عليك كذبا قط قال فاني رسول لكم بين يدي عذاب شديد قولوا لا اله الا الله تفلحه المنطق يقول ايه يصدقوه هم لسه اثبتوا على انفسهم هيصدقوه ولو الحاجة مستحيلة لكن الواقع ان هذا الصادق الامين تحول الى كاهن شاعر كذاب مجنون يفرق بين الرجل واخيه عميل لمخابرات خارجية كل هذا الكلام فالعقل ما يصح منطقيا ليس بالضرورة يصح تاريخيا وليس ما يتوقع العقل خطأه منطقيا هذا الضرورة خاطئ تاريخيا فلابد من دراسة التاريخ الخبرة الانسانية لان عمر الانسان عمر قصير لا يستوعب التجارب التاريخية الكبرى يعني الواحد في حياته فعلا الواحد لو اشتغل لو خد قرار غلط يقدر يصلحه لو يجوز واحدة مثلا ومرتحش يقدر يصلح الغلطة دي لو اشتغل في مكانه الحاجات اللي هي داخل العمر القصير يقدر الانسان بيستفيد من تاريخه هو ومن تجاربه هو يتدرك لكن الامور الكبيرة زي بناء الامم زي الثورات زي انهيار الامم الامور التي لا تحدث مرة الا مرة واحدة في العمر القصير احتاج الانسان معها ان يقرأ التاريخ ويطلع على تجارب الامم السابقة كي يهتدي بها في حياته طب يا استاذ محمد لو كنا درسنا قيادات الطيار الاسلامي كان من بينهم عدد كافي في مجال التاريخ هل كان يمكن ان يعرفوا ان العسكر ساكملوا منقلابين عسكرية اولا انا اقول ان العلوم الانسانية اوسع من التاريخ ايوا ايوا فيه اقتصاد وفيه سياسة فيه علم نفس الجماهير فيه امور كثيرة لكن التاريخ كما يسمى ابو العلوم باعتبار ان هو تتحقق فيه كل هذه العلوم يعني فيه التاريخ الاجتماع والتاريخ السياس والتاريخ الاقتصاد انا احكي لك ان المرشح الوحيد اللي كان عنده خلفية تاريخية قوية كانت اراءه دائما سديدة وصحيح مين الشيخ حازم طبعا الشيخ حازم من اول شعاره شعار ادريك اللحظة الفارقة تتذكر اول ظهور ليه مع عمر اديب اول ظهور ليه على التلفزيون فبيقول له طيب ما تخلينا نستنى لغاية لما القوى السياسية تاخد وقتها ومش عارف ايه قال له انت هكذا تمكن للعسكر لكي يحكموا البلد مرة اخرى كلام ده في شهر 3-2011 او 4-2011 وقت قريب جدا ايام رومانسية ثورية مع العسكر فبيقول له انت كده بتعمل لي فزاعة هي دي الفزاعة يا اما احنا يا اما العسكر قال له سيحكموا التاريخ بيني وبينك المجلس العسكري سينقلب على الثور بعد شهر واحد وفي لقاء في مؤتمر فأسوان كان الشيخ حازم كان جابنا الدكتور محمد مرسي فق الله واسره منه كان بيقول بوضوح انا لست ممن يثقون بالمجلس العسكري وانا احذر من السيقة بالمجلس العسكري ده بعدها بشهر انا بتكلم على الكلام المعلن وإلا في الكلام غير المعلن ان الشيخ حازم ليلة 11 فبراير كان بيقول الناس ما تنشوش مدينة التحرير هو احنا عملنا ايه احنا ما عملناش حاجة ده الجيش خاد السلطة من مبارك فمن يقرأ التاريخ تجد السورة وابحة امامها فننشاهد ما قاله الاسد المجاهد حزم صلاح ابو اسماعيل اعنا الله على فك اسره وتحريره وتحرير جماعة اسرانا المسلمين فلنشاهد ونشاهد ايضا عدد من مؤسسي الدول وقادة الجيوش في التاريخ الاسلامي وغيره واهمية ادراكهم للتاريخ وقراءتهم له فلنشاهد ثم نعود مرة اخرى احنا النهاردة يوم الوعي ان ننتبه حتى لا تسرق هذه الثورة هي الثورة اتنويني اتروا طبعا وانا اقولها لكم باعلى صوت استطيع ولو كنت استطيع ان يبلغ هذا الصوت من اسوان الى اسكندرية الى من سنطروح الان لفعل انا لست ممن يثقون في المجلس الاعلى للقوات المسلحة بل انني اعتقد انه يلعب اللعبة الكبرى وساسوق لكم الدلاء الى الان لاني لم ااتي لوجامل الناس انا جئت ليركز هذه المعاني وحاسبوني وحاكموني لو لن تكن معاني واضحة اعودنا مشاهدينا مرة اخرى استاذ محمد يعني علم التاريخ هنا نعم او الجغرافيا والسياسة كيف كان يمكن ان يساعدنا نحن في ان نعرف ان العسكر يقوم انقلب عسكري تمام احنا احنا المسلمين اه اه مسلم مصري اه من ائمتنا في التاريخ واحد اسمه ابن خلدون ايوه اقرى مقدمة ابن خلدون ابن خلدون انقردون مؤرخ ابن خلدون طبعا ابن خلدون او العلم اجتماع ابن خلدون مؤرخ بالاصل لكن هو يعتبر واضع علم الاجتماع بالمقدمة تمام المقدمة دي على فكرة بيقول عنها ارنولد توينبي وده مؤرخ انجليزي مشهور بيقول هذا افضل كتاب بعد الكتب السماوية مقدمة ابن خلدون ابن خلدون لما تقرأه بصريح العبارة كده بيقول إيه فصل في أن الدولة في مبتدأ أمرها في حاجة للسيف أكثر من حاجتها إلى القلب ده الحسم حسم الثورات أنت وتعمل دولة جديدة تعمل ثورة جديدة فصل في أن الدولة في مبتدأ أمرها ما دام أهلها في تمهيد أمرها فإنها بحاجة إلى السيف أكثر من حاجتها إلى القلب اللي هو العسكر بيقوموا بحرق رابعة وقتلوا الزبحة ويؤسسون دولتهم على فكرة العسكر عملوا انقلاب كما تقول الكتب الانقلاب العسكري انقلاب حصل زي ما الكتب يقول زي ابن خلدون ما قاله زي ما باقي الباحثين في هذا المجال أنا حتى ممكن أقول لك كتاب مايلز كوبلند لعبة الأمم مقدمته كده في أول الصفحات الوصايا اللي قدمها الأمريكان لجمال عبد الناصر لتثبيت حكمه إيه أرى وعملينها بلون يعمل واحد اثنين ثلاثة اربعة إقراهم كده ما هو فكرة ان انت بتستبعد السياسيين القدماء ما بتسمحش بوجود شرعية أخرى ما فيش حد يهدد الثورة أمور واضحة وصريحة وشوف العسكر نفذوها ازاي سواء في 52 أو في 2013 فلا العسكر نفذوا كما يقول الكتب المشكلة ان نحن أصحاب هذا التاريخ أصحاب اللي احنا المفروض نبدأ ندرس ابن خلدون لو بيعتبر واحد من أئمتنا ومن أعظمائنا يعني غفلنا عن ذلك ما كناش متخيلين كده تمام فوقع بنا ما حدث اقرى أبو جعفر المنصور أبو جعفر المنصور عمل الدولة العباسية يعني هو كان تاني خليفة الحكم العليا لكن هو اعتبر المؤسس لأن الخليفة الأول أربع سنين بس لكن أبو جعفر المنصور جاء عمه صالح بن علي فبيقول له لقد أخذت بالعقوبة حتى كأنك لا تسمع عن العفو ما فيش حد ما فيش حد بيقع تحت أديك يستحق عقوبة تعفو عنه فقال له يا عم إن بني أمية لم تبلوا رمامهم يعني لسا لم تبلوا رمامهم يعني إيه يعني جساسهم لسا ما انتهتش ذكرهم لسا لم تغب لهم جذور لهم فلول لهم أنصار إن بني أمية لم تبلوا رمامهم وبنوا علي اللي هم شركاء في الثورة اللي هم أحفظ سيدنا علي بن أبو لم تغمت سيوفهم ونحن كنا بالأمس بين الناس سوقا يعني إحنا كنا زينا زي الناس بإمبارح بالعوام فليست تتمكن هيبتنا في قلوبهم إلا باستعمال العقوب يعني ما ينفعش تنتقل إمبارح كان بهزر معاك ويضربك مثلا يعني إخوان كانوا في السقون ومرتاشا وبكرة يوم يبقى حكام فليس تتمكن هيبتنا في قلوبهم إلا باستعمال إلا بنسيان العقوبة إلا بنسيان العفو واستعمال العقوبة دي كلمة قالها أبو جعفر المنصور لم نقرأها هو أنا بلاحظ أن الناس بتوع زمان دولة مولانا كانوا فاهمين أكتر منك خالص يعني والله هم طبعا كانوا فاهمين لكن أنا عايز أقولك أنه برضو في فطرة الأمور بتفهم فيها حتى لو بالسليقة كده الفطرة دي تضيع مع العلم الزائف أو الفاسد يعني أنت لما تاخد علم فاسد أنت بتبقى أسوأ من الجاهل لأن الجاهل ده على الفطرة يعني أنت دلوقتي لما تفضل تشتغل عليك مراكز أبحاث ويجي لك صحفيين ويجي لك إعلامين وقاعد في محاكم تفتيش ليل ونهار طب هتعمل إيه فهتدمر البلد وهتأخون البلد طب واللي عايز يسكر واللي عايز يزني يا ده كلام الفاضي ده وإنت مستجيب لمحاكم التفتيش ويقول لا والله ده أنا مش عامل كده لا والله ده اللي عايز يسكر براحة لا والله وإسرائيل حلوة يعني مش هاجئ يعني أنت مستجيب لمحاكم التفتيش طيب إيه النفسية اللي أنت طالع بها بعد ده كله أن أنت ما تقربش من أي حاجة تسيب كل حاجة زي ما هي فلما سيبت كل حاجة زي ما هي استعادهم أنفسهم استعاد زمان ونبوضرهم قال بأليك مرة أخرى ولذلك طيب الله تبارك وتعالى يقول عن بني إسرائيل وما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم وما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم طيب العلم المفروض لما أنا وإنت نبقى مختلفين في حاجة وبعدين نفهم حقيقتها المفروض نتفق ولا نختلف نتفق لكن إذا جاء يعني الناس إذا فسدت نفوسها حتى لما بتشوف الحقائق بتختلف أو الناس إذا أتاهم علم فاسد يختلف لا يتبينوا موضع أقدامهم فأنت لما بتسيب نفسك لعلم فاسد جاي لك من مراكز بحوث المخابرات والإعلام واللي يجي يقول لك الديمقراطية كذا والمفروض تعمل كذا واحد اتنين وده مش مؤهل بعلم كل الدول قامت على السيف كما تحدثنا في حلقة سابقة لما يجي واحد يقول لك أنت ممكن تعمل دولة بالحب وبالحب يعني يعني ومش ممكن طبع أنت وبتحاول تنفس كده فعلا والحب صحيح يعني السيسي السيسي وده برضو العقل والمنطق هل كان فيه وزير دفاع في العالم أهنأ من السيسي لو ما انقلبش على مرسي يعني الإخوان عمرهم ما كانوا هيفكروا يشيلوه يشيلوه ولا يشيلوا مكاسب العسكر أيضا يعني ما كانوش هياخدوا إجراءات ضد الجيش يعني السيسي ده كان هيبقى أكتر وزير دفاع متهني لكن عمليا يعني زي ما بقولك المال السايب يعلم السرقة طب أنت عارف أهو ده مثل يدل على الخبرة التاريخية المنطق أن المال السايب يعلم السرقة ليه ما هو مال سايب هو موجود ليه تتعلم السرقة يعني إذا أنت متاح بالنسبالك تأخذ المال ده وقت ما تحب ليه تتعلم السرقة يعني أنا عايز أقولي حتى الأمثال الشعبية فيها جزء من إدراك الخبرة التاريخية أكتر من المنطق يعني فكرة أن أنت ممكن إذا أشبعت شهواتك ما يبقاش عندك كبت نفسي وما تبقاش اشتعبان طب هل الناس هل الشهوة لما تشبع تهدأ ولا تزداد اشتعالاً وصعاراً تبدأ تفكر تشبعها بوسائل أخرى وبأسائل أخرى ففي كل الأحوال أنا بقولك هذا هو في تاريخ وكتبه أسلافنا لم يكتبوا حتى الغرب رغم أننا نأخذ من الغرب في هذا نعم أستاذ محمد طبعا الوقت للأسف يداهمنا فأنا نستأذن حضرتك أن نخصص حلقات أخرى عما تشعبنا لو وأيضا عن المؤرخين في بلاط الحكام والملوك في عاد المسلمين وكيف كان حكام المسلمين يدرسون أنا أريد أن أختم بكلمة فقط كان الصحابات رضوان الله عليهم يقولون كنا نعلم أبناءنا مغازي رسول الله كما نعلمهم الآية من القرآن عشان ما يبقاش الدرس نظري بس يبقى درس نظري وتاريخ وعامل زي ما كنا نعلمهم الآية كنا نعلمهم التاريخ سيرة نبي صاصر نستكمل حديث في الحلقات الأخرى شكرا أستاذ محمد نشكرك شكرا جزيلا كما نشكركم مشاهدين على حسن المتابعة وإلى لقاءات الأخرى في قناتكم الوعي الإسلامي فانتظرونا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشترك في قناتنا العالم الأسود للعسكر لتتابع الحلقات الجديدة نلفت عناية مشاهدين الكرام إلى إطلاقنا قناة إضافية على يوتيوب تحت اسم الوعي الإسلامي تتناول الأحداث الجارية بالشرح والتحليل بعيدا عن محظورات الإعلام التقليدي مع العديد من الشخصيات فتابعوها